مخصص العاهل محمد السادس مبلغ 120 مليار درهم مغربي لإغاثة منكوبي الزلزال ووفق بيان للدوان الملكي المغربي يغطي المبلغ المخصص فترة خمس سنوات من العمل لإغاثة سكان أقليم الحوز وشيشاوة وترودانت وأزيلال ومراكش وغيرها هذا وتخطط السلطات لإعانة 4.2 مليون مواطن مغربي تأثر جراء الزلزال لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مراكش موفيدة العربية غسان أبو لوز أهلا بك معنا غسان إذن 120 مليار خصصة لمساندة ومساعدة المنكوبين ما التفاصيل في ذلك؟ نعم بالفعل 12 مليار دولار خصصة لمواجهة أثار الزلزال الذي ضرب البلاد قبل نحو أسبوعين وموجهة للأخليم الخمس التي ضربت الزلزال وبالتالي هناك تحدي كبير أمام السلطات المغربية للوصول إلى مرحلة إعادة التأهيل وإعادة البناء في تلك المناطق وتأمين المساكن والظروف الملائمة لمتضرري الزلزال في تلك المناطق والقرى البعيدة خصوصا تلك الموجودة في الجبال والقرى النائية هذا التحدي هو الأكبر الذي تواجهه السلطات المغربية إضافة إلى سكان المنطقة فاطمة نتحدث عن منطقة جبلية وعرة جدا ونتحدث عن بيئة قاسية خصوصا في فصل الشتاء ونحن الآن في فصل الخريفة على أبواب فصل الشتاء وبالتالي هناك مخاوف كبيرة من سكان تلك المنطقة أن يدخل فصل الشتاء وهم في هذا الظرف وفي هذا الحال نتحدث عن ألاف العائلات والأسر موجودة في ظروف معيشية قاسية هم الآن يلجأون إلى الخيام حتى أن هناك أزمة خيام موجودة لدى أولئك لكن السلطات تحاول تأمين هذه الخيام للمتضررين والموجودين في العراء وأيضا عمليات الإيواء مستمرة حتى هذه اللحظة إضافة إلى عمليات الإغاثة والمساعدات ومواصلة هذه الإغاثة والمساعدات لتلك المناطق المنكوبة ونتحدث أيضا عن عملية إعادة التدريس والتعليم في تلك المناطق عبر خيام مجهزة بشكل كامل للمرحلة الابتدائية أما عن المرحلة الإعدادية والثانوية تقوم السلطات أو قامت السلطات بنقل نحو 6 ألاف طالب وطالبة من إقليم الحوز إلى مدينة مراكش لمساعدة أولئك الطلبة وإعادة دمجهم في المرحلة التعليمية في هذا الفصل الدراسي وتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية التي يمرون بها أيضا عملية تخصيص هذا المبلغ الكبير كان هناك توجيهات واضحة من العاهل المغربي بتأمين ما يلزم لسكان تلك المناطق بما يتوائم مع ثقافة تلك المناطق وكرامة الإنسان في تلك المناطق لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر